أنا حلمت الأسبوع اللي فات حلمت بزي أنني في البادية وفي أسود وهو أنا بتخبّع عليهم بالأبواب بتاع البيت فهمت؟ يعني بسكر عليهم البيت عشان ما يدخلوش آذوني يعني ممكن عرف تفسير هذا الحلم؟ شوفي يا سيد الكريم أعز أقولك على حاجة أنت بتشتغل ايه؟ في شاليكا في إسبانيا عارف تفسير دولة رفقاء ليك في الشركة بيتمنوا يأخذوا مكانك وبيحاولوا أنهم يحاربوك كتير جدا وفي ناس يعني سبحان الله ربما أنهم يكونوا مش متقبلينك في العمل ولكن ربنا سبحانه وتعالى على كل مبينصورك عليهم صحيح؟ ومعنى أنك أنت في البادية في البادية ديت هي عبارة عن حياتك فحياتك كلها عبارة عن صحرة وهي صحرة ليه؟ لأنك يعني سبحان الله مش مهتم بتخديرها والتخدير بمعنى صح عايز أقولك على حاجة انت قلت الحمد لله النهاردة مئة مرة؟ لا صارح لكن يعني ما هي دور مئة مرة يعني بدكرها دعي من سبحان الله العظيم سبحان ربي الآلاء استغفر الله العظيم الله أكبر إذن البادية ديت هي مكان كله صحرة فأنت حياتك كلها صحرة فنعيزك أنك أنت تتعمر حياتك قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكرنا ومنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرون بأحسن ما كانوا أعمل قال الله عز وجل فنجعلوا الذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهما أم حسب الذين اشترحوا السيد أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهما ممتهم ساء ما يحكمون فأنت البادية اللي موجودة عندك ديت عشان تخلى كلها شجرة وخلى كلها الها هو أخضار وخضار لازم أنك أنت تتزود من الأعمال الصالحة ودي الرسالة ليك ثانياً لما تتزود من الأعمال الصالحة يمكنك الله عز وجل من أعدائك ومن أعدائك الأسود اللي أنت شفتون بيحاولوا أنهم يقتحموا عليك الباب ومعنى أنك أنت أغلقت الباب فمعنى أن أي كيد وأي مكر وأي فعل بيحاق بك يخرجك الله عز وجل منك كأن شيئاً لم يكن سبحان الله شكراً لك يا أخي قاضل وأتمنى لك مسيرة موفقة ونجاح دائم إن شاء الله اللهم